عن أن المخابرات في تركيا وجهت تحذيرا لافتا لإسماعيل هنية قبل أن يذهب إلى طهران قبل أن يذهب ليشارك في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بيزيشيكيان والمفاجأة هنا بأن المخابرات التركية نجحت من قبل في إنقاذ إسماعيل هنية من محاولة اغتيال في مدينة إسطنبول ومحاولة اغتيال في الدوحة العاصمة القطرية بفضل الله أولا وأخيرا ثم بفضل الإجراءات الأمنية المتبعة مع إسماعيل هنية المنصير بحق هنا بأن المخابرات التركية وجهت أيضا تحذيرا واضحا لإسماعيل هنية قبل أن يذهب لطهران في المرة الأخيرة وأشارت إليه بأن هناك قائمة للمدعوين كان يتواجد فيها اسم حسن نصر الله وإسماعيل هنية ولكن في اللحظات الأخيرة تم حسف اسم حسن نصر الله من قائمة المدعوين وهذا الأمر جعل هناك شكوك كبيرة لدى المخابرات التركية دفعتهم لتحذير إسماعيل هنية من الذهاب إلى هناك وأشارت صحف التركية لأنه كانت هناك نصائح عديدة من المخابرات التركية لإسماعيل هنية متعلقة باستخدام الهواتف النقالة في إيران متعلقة باستخدام الإنترنت هناك وأيضا بالنقل البري في الأراضي الإيرانية أي أن هناك تخوفات كبيرة كانت تنتاب المخابرات التركية من ذهاب إسماعيل هنية إلى طهران وبالفعل قدمت له تحذيرات واضحة بهذا الشأن لكن يعني هذه هي أقدار المولى عز وجل لم يتم الاستماع لهذه النصائح مع الأسف الشديد وأمام حضرتكم ما حدث من استشهاد لإسماعيل هنية في الأراضي الإيرانية باي